وهي حالات الفرح والسرور والبشارة والمرح والحبور هل في هذه المشاعر من او الانفعالات اذا جازت تسميتها كما يسميها المحدثون من علماء النفس وغيرهم يعني هل هناك سرور نذموم هل هناك فرح مذموم هل هناك بشارة مذمومة هل هناك حبور مذموم يعني هل هناك هذه الكلمات الطيبة التي اذا سمعها الانسان هل فيها معاني اخرى الله سبحانه وتعالى من كرمه خلق الانسان وهو اعلم به وهو اعلم بنوازعه ويحاول العلماء في شتى بقاعات يعني في شتى بقاع الارض وشتى التخصصات يعني يضعوا العناوين العامة للنفس الانسانية او العناوين او الامراض التي تعتري البشرية وتعتري النفس الانسانية لكن القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم ونحن في برنامجنا القرآن والانسان لان هذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل على العكس هو الكتاب الذي فيه صغير الامر وكبيره فيه يعني دقائق الامور فيه علاج البشرية فيه شفاء للعالم فيه الدواء الذي يشفي من كل ده بفضل الله اذا سرنا وفق هذا المنهج ويعني صيرنا انفسنا داخل اطاره الله سبحانه وتعالى يعني اذا تحدث في القرآن عن السرور هناك سرور مذموم بعض اهل النار والعياذ بالله اعادنا الله وإياكم من شرها ومن حرها في الدنيا عملا وفي الاخرة جزاء ان ربي على ما يشاه قدير قال ربنا عن هؤلاء وعن بعض منهم انه كان في اهله مسرورا هل هذا السرور كان في موضعه هل كان يجب ان يسر بانه طاغية هل كان يجب ان يسر وهو يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويأخذ اموال اليتامة وتجبر على خلق الله او يستغل العالم المحيط به صغارا وكبارا في مصالحه الشخصية هل سبحان الله يعني بعض من اللي يعني دعونا عندنا ما تحدث عن هذا سوف يذهب الذهن الانسان الى الكفر والكفار ابدا ربما في بيئتنا نحن الاسلامية والعربية ربما تستغل ام معينة برى ابنائها بها وبناتها بها فتتعدى الحدود وربما تمن عليهم وسوف اتي لقضية المن وتستغل هذا الامر في ان تحيف على واحد دون الاخر وعلى جانب دون جانب قد يحيف الابن على ابيه ازورارا او تكبرا او عجبا او قد تعق البنت امها عقوقا حقيقيا وليس العقوق الذي ترى الام انها تضع انفها في حيات ابنتها بعد زواجها وتريد ان تعدل لها من سلوكياتها كما ترى هي وربما هذه السلوكيات عند الامر غير منضبطة على كتاب والسنة وانما هو سلوك الالف والعادة والعادات والتقاليد اما ان كان من باب النصيحة ان تقوب البنت بعد زواجها اصبح الزوج يعني الى كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والى كلام العلماء الصالحين عن طريق نصيحة الام الصالحة فهذا شيء طيب اما ان تدس الام انفها او الاب انفه في حياة الابن او البنت بعد الزواجها هذا ما لا يجب ان يكون اذا هناك سرور مستحب ان اسر بالنعمة ان اسر بالاسدام ان اسر بنعمة السطر ان اسر بنعمة الصحة ان اسر بنعمة المحافظة على الصلاة اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن يعني المسألة السرور المستحب هو سرور بانك قريب من الله سبحانه وتعالى قريب من الذين يقربونك من الله عز وجل ان تحب من يقربك الى الله عز وجل ان تحب انسانا ان رأك غافلا ذكرك وان رأك ذاكرا عانك اذا رأك ظالما نصحك واخذ على يدك واوقفك عن ظلمك وهذا نصر لك وان رأك مظلوما نصرك واوقف بجوارك اذا هناك سرور غير محبوب سرور مذنون انه كان في اهله مسرورا مسرور بايه انه سر بالنعمة ونسي المنعم يعني سر بنعمة المال لكن نسي من الذي رزقه سبحان الله في حالة ضجر دائم والعيذب الله لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع ولو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى واديين ولو كان له واديين لتمنى ثلاثة فقضيت يعني السرور في غير مكانه فيجب ان اصر بنعم الله عليه نعمة الايجاد والامداد ونعمة الهدى والرشاد هذه نعم يجب ان اصر بها نعمة الاسلام التي رزق لي رب العبادة اياها وانا ما سألت رب العبادة عنها لان احيانا سبحان الله يتحول السرور الى ايه الى والعيذب الله الى شماته والعيذب الله رب العالمين مثلا في بعض الناس كما قال ربنا ان تصيبك حسنة تسوءهم يا لطيف يا رب يعني الناس لما ينزل عليك خير يعقدوا عليه ويحسدوه ويقولك على ايه يعني لماذا رزق هذا او لماذا كسف هذا المنصب انا اولى به وانا احق به لماذا جاء المال الى هذا ولم يأتني انا لماذا قضية قابيل وهبيل مرة اخرى قضية ابليس وابونا ادم مرة اخرى انا خير منه انا اعقل منه انا اذكى منه انا اجمل منه انا يعني في ردبة عالية اعلى منه انا من عائلة سبحان الله يعني من علية القوم ذات الدم الازرق وهو دم اسود لا اله الا الله فالمصائب هذه المصائب التي نراها في مجتمعاتنا هذا هو فرح الشماتة ان تصيبك حسنة تسوء وان تصيبك مصيبة يقولون يعني اول ما تيجي المصيبة لك هذا كلام لمن لحبيب الله صلى الله عليه وسلم يقولون قد اخذنا امرنا من قبل يعني ايه احنا دبرنا امورنا ويتولوا وهم فرحون هل هذا فرح مطلوب لا هذا فرح مذموم نحن نتكلم الان عن ايه الفرحة المذمومة انك لا تفرح ابدا بمصائب الناس ده فيه ناس والعياذ بالله اول ما تنزل المصائب على اقاربهم او على ذويهم او على من لا يحب سبحانه الله يفرح ويعني سبحانه الله ترى البشاشة في وجه مع ان قلبه لو نظرنا اليه في حقيقته وكشف عنا بالبصيرة لرأيناه يعني يعني اسود يعني مربادة مجخيا كالكوس كما ورد في الحديث الصحيح يعني شيء كده قلب مقلوب منكوس لانه لا يرى الخيص لماذا لانه ملأ بالحقد والحسن هذا هو هذا هو فرح غير مطلوب ايضا فرح فرح المخلفون بمقعده انخلاف رسول الله لما المنافقين لم يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة فرحوا فهذه الفرحة ماذا يكسبون منها وقالوا ايه قالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجهنم اشد حر فاذا هذه فرحة ليست في موضعها ان افرح بمصائب الناس هذه مصيبة ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم لماذا لان المسلم ده عبارة عن جزء من كل فكارثتنا ان كل واحد من اليوم اصبح مع اداء الحياة السريع ورتم الحياة السريع اصبح لا يلتفت الى ان له اخا يتدور جوعا او ولده يحتاج دواء او سبحان الله او انسان مشرد لا يجد مسكنا او انسان في ورطة تستطيع انت ان تنقذه منها او ان تفتح بيتا من بيوت الخير سبحان الله هناك ناس والعياذ بالله نسأل الله السلامة يعني يفرحون بمصائب الناس هذا انسان قلب في مرض ولا بد ان يبحث له عن علاج فهذه شماتة في غير موضعها هذا سرور في غير موضعها هذه فرحة في غير موضعها ايضا كثير من الناس الى الان كما كان اسلافه من قبل في الجاهلية يتوارى اول ما يرزق بالبنت ووراها بنت ووراها بنت كمان او الله اكبر واذا بشر يتوارى من القوم من سوء ما بشر به قلت فيها لطيف يعني سبحانه او يمسكه على هون ام يدسه في التراب على ساء ما يحكمون هذه ايه هذا هذه بشرى ولكن لما بشروا بالبنت ما شاء الله اخوة الابنة رزقت بنتا جميلة وما في انا اتعجب من الذين يقولون ان انا رزقت بطفل جميل هل هناك طفل قبيح مش ممكن ليس هناك طفل أبدا ما يقبح المخلوق وما يجمله هو خلقه وسلوكه اما الاطفال ايا كانوا فكلهم بفضل الله كل طفل هو جميل كل طفلة هي جميل يكفي ان فيها البراءة التي كدنا ان ننساها او شكنا ان ننسى شيء في العالم يسمى البراءة اذا قال لك كلمة هو يقصد من ورائها لكن خذ الناس على النية الطيبة لا تاخذ الناس على نية السوء الا لصرنا يعني والعاذب نحن لا نعيش في مجتمع الغابة ما زال في المسلمين ايه ما زال في المسلمين يعني يعني مؤمنين ومخلصين وذوي قلوب رحيمة ولا تنظر الى الجانب الاسود في الحياة فان الانسان ان التفكر في الحياة يعني يزيد اوجاع الحياة اذا ذكرت الناس المؤذين والناس الذين يطعنونك في ظهرك سبحان الله انظر الى هذه القضية الذين يطعنونك في ظهرك هم لماذا يطعنونك في ظهرك لانك امامهم لانك تتقدم عنهم لانك افضل منهم فاذا رأيت نعمة الله عليك فاستحضر نعمة الله تلك واستحضر معها شكرك لله سبحانه وتعالى يعني الذين اتكلمون عنك لابد انك احسن منهم يعني يجابه استفيه بكل قبح فارفض ان اكون له مجيبة يزيد سفهة فازيد حلمة كعود زاده الاحراق طيبة زي العود لما تنقذ بعود الكبريت البخور والطيب سبحانه تشم الرائحة ولا تشم الرائحة إلا بعد الاحراق ولا تظهر لك اخلاق الانسان إلا بعد ان يدخل في الايه في الابتلاءات والامتحانات سبحان الله هناك فرح ايضا مذموم كفرح قارون هذا تسمى فرح البطر اللي هو انكر اللي هو فرح الكبر فرح الخيالاء اذ قال له قومه ان القارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما فاتعه لتنوق بالعصبة وللقوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ليس الفرحين المبتسمين المستفشرين لا الفرح اللوذي الذي يذكر النعمة وينسى المنعم الذي يقول اننا كسبت هذا بمجهودي وعرقي ويعني اجازاتي العلمية ووالى اخر الانسان العادي غير قارون ما ممكن تقوله والله لقارون هو كان مجرم وكان كذا وكان بخير وكان لا يعرف حق الله عنده طيب انظر الى عموم الناس عندما وصفهم رب العبادة عز وجل ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليأوس كفور الله يعطي العبد نعمة الولد وان يقبض رب العباد بحكمة ان يعلمها يقبض الولد هو امانته سبحان الله فاذا قبض الولد عنده يحسن الانسان طيب بالله عليه هذه كانت وديعة الولد المال الزوجة المنصب الدنيا المال كل هذا ايه ودائع الله عز وجل ودائع الله استودعنا اياه ويأخذها صاحبك الله بالله عليك اضرب بك مثال بسيط انا جيت في يوم من الايام مررت عليك يا فلان هذا القلم اجعله عندك امانة ان شاء الله في يوم من الايام امر عليك استرد امانتي خلاص اخذت رحبت الاول وفرحت وقلت والله سبحان الله هذا الرجل استأمنني على شيء ثمين دليل على اننا ايه لي مكانة عنده فيعطيني ما لم يعطي الاخرين ويمنحني ما لم يعطي ويستأمنني كما لا يستأمن الاخرين فلما جيت انا في اليوم الذي اخذ فيه امانتي انت غضبت وثرت لماذا تأخذ الامانة لماذا لا تتركها قال يا اخي شيخ هذا هذا يخص فاذا تغضب هل غضبك هذا الا دليل وحزنك هذا ليس لا يدل الا عشيء واحد معذرة على الغباء المطلق المفرط فالله استودعنا الاموال والاولاد والكراسي والمناصب والحالات الاجتماعية هذه ودائع وهي ودائع مسترجعة الدنيا كلها عارية مسترجعة عارية يعني شيء الله انفقه مما جعلكم مستخلفين فيه فاللي فقد المال لا يحزن واللي فقد الولد لا يحزن لماذا لان هذا وديعة لما الوديعة صاحب الوديعة يأتي لأخذها الله سبحانه لماذا كالثة لطول وجود الامانة عندنا ظن الانسان انه يملكها والانسان المسلم ماذا الذي صنع مع الله صنع امرين كبيرين صنع امرين كبيرا باع لله نفسه وباع لله ماله والله قد اشترى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة فربنا اشترى مني النفس والمال ومن الذي اعطاه ما لي من البداية الله فلما رب العباد سبحانه وتعالى لما يسترد النفس والمال سبحان الله وانا يجب ان استخدم الامانة فيما خلفني فيها صاحب الامانة يعني لما اعطيك مثلا سيارة امانة عندك فتحفظها ولا ولا تدمرها ولا تكسرها ولا تخربها لان هذه سيارة امانة سوف تسترد منك يوما لكن لطول مكس السيارة عندك ظنيت لنسيانك لان طبيعة الانسان انه ينسى انها ملكي فلما جيت تأخذ ويأخذها صاحب الامانة انت تمرت كيف يعني اعطيه الامانة فيحزن عندما يفقد لانه لو فهم الفقه في المنع لعاد المنع عين العطاء اذا قضية الانسان عندما يتبطر يبطر عنده بطر عنده اشر عنده نسيان ولين اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها من انه ليأوس كفور ولين اذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقول لن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور فرح فخور بايه سبحان الله اول ما ترجع لوا النعمة نعماء بعد ضراء عنده مرض ولما يجير الصحة يقول ايوه الطبيب شاطر الدواجب نتيجة ولكن لهذا الحديث بقية كنوا مع بعد الفاصل اهلا بكم احبا بكم احبتي في ذلك مرة اخرى ونحن نتحدث عن الفرح المذموم والفرح المستحب وان المسلم يجب ان يفرح بما يقربه الى الله سبحانه وتعالى عندما تجد انسانا في حياتك يعني يهديك سواء السبيل هذه نعمة من النعم عندما تجد يعني جارا صالحا زوجة صالحة تجدين يا ابنتي زوجا صالحا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا الشيء يفرح عندما تجد ولدا مطيعا اعنته على برك وقام هو ببرك او ابنة مطيعة يعني تفخر بها بحيائها وادبها وحجابها هذا كله يدخل على الانسان سرور وفرح حتى ان رأينا ولدا عاصيا او عاقا ما علينا الا ان ندعو له بالخير من ضمن الاشياء التي تخص النفس الانسانية وتحدث عنها القرآن الكريم مصيبة المن المن في حق العبد في اللغة العربية منه اي قطعه سبحانه انظر الى التعبير اللغوي خطير وذلك العرب فهم القرآن فهما عجيما كما لما فهم هنا يعني المن منه اي قطعه سبحان الله والمنان هو انسان يعدد النعم ويتطاول على المنعم يعدد النعم ويتطاول على المنعم يعني يقول انا عندي عمارات وبنات بكذا وعندي اراضي بكذا وعندي اسهم بكذا وعندي مال سائد كذا وبعدين يقول والله بس زكات المال يعني كثيرا اخرج كذا هذا مبلغ ضخم سبحان الله يعني الله يريد منك من كل اربعين من كل اربعين جزء يعني جزء من كل اربعين الف عايز الف للفقراء مش ليه يعني انما يعود عليك انت بالخير كل عندك اربعين مليون يبقى عليك مليون سبحان الله فاذا القضية ببساطة شديدة كل اربعين عليك جزء واحد اثنين وصف والمائة وهذا سبحان الله ثم تمن أنت أنك يعني يعني أنك تعطي من مالك انما هو مال الله سبحانه وتعالى انفقه مما جعلكم مستخدفين طب المن في حق الله يكون ازاي المن في حق الله يعني ما من الله به عليك بلا تعب ولا مشقة يقول ربنا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمنوا عليكم ان هداكم للامان اذا الله رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يمنع اعطانا الاسلام بدون شقة بدون تعب ده في ناس حيارة في العالم يبحثون عن الحقيقة يبحثون سبحان الله عن فين البر الامان اين يصلون الى حقائق الامور ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى يقول لحبيب صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر لا تمنن اي لا تمنن بما اعطيت يا محمد لا تمنن وتعتد به وأنتم يا اصحاب محمد لا تمنن سبحان الله ذلك حتى العرب نصحوا ابنائهم وقال لا تتزوج الحنانة ولا المنانة وفي اللهجة العمية ولا الزنانة لتزن كثيرا الحنانة اللي تزوجت من قبل لتتزوج الزوج الثاني فيخرج منه تصرف ما يعجب لا يعجبها انت بتبكي خير الله يرحمك يا فلان كان كذا وكان كريما وكان ده الحنانة المنانة اللي هي الثرية تزوجت رجلا فقيرا او كما تمن بعض الزوجات على انا اخذت موظف تافه لا يسوي شيء هكذا يعني لسانه حاليا او لسانه وقاله يقول هذا موظف كان كده صعدك من الصعريك وبعدين ايه وقفت بجواره وصبرت وكان يترك لي مسافرا ويذهب وبعدين لما كبر سبحان الله لا يعني هذا هو المن موئم شيء من الاثنين يا من انت عملت هذا ابتغام مرضات الله يا من انت عملتين منظرة وبعدين هذا ايه هباء منثورة اما البعض يقول والله لكنا نعرفين احنا بنعمله احنا كنا بيزوجونا اباءنا من رجل يقولوا عنه طيب لا يشرب ولا ولا يلعب القمار ولكن يعني الصلاة ربنا يهدي يوما ما ويروح يزوجوهم لا رضي لا خلق ولا دين ولكن الاب فهم شيء اصرار البنت العجيب في بنات عندها يعني عناد اغرب من الخيال يعني تزوجت من رفض الزواج فالتقطي الاب رأس والتقطي الام رأس وبعدين بعد سنة تأتي لنا بولد او بنت تحميل على كتفيها بعد ما كان عندنا مشهولية بنت اصبح بنت وابنها وبنتها وثلاثة اولاد واربعة من ايه من عناد بعض البنات ولكن احيانا سبحان الله تمني الزوجة لان الله انا عملك وقفت بجواره كلا يسوي شيء وصبرت عليه ورفضت المهر وتنازلت عن الشبكة وتنازلت عن المؤخر طب و بعدين طب وهذا المن اين يذهب خلاص خليها لداء خلاص دعيها لله لكن بعد الشكوى لا تكون لله وبعد عدم الصبر لا يكون لله اما بعد ما نقدم عريض الدعاوة فيها ثلاث تلاف شكوى وتلاث تلاف عيب في الرجل وبعد نقول والله احنا تقولين انا صابرة نرى هذا كلام غير تمام واحيانا ايضا ارى للاسف منا من بعض الامهات الام تقول لابنها ولا بنتها انا حملتك تسعة اشهر في بطن ولا انت عايزة تحمليها خارج بطنك يعني ولا ايه يعني فجأة كده تستيقض الام من النوم بعد تسعة اشهر تلاجي ولد او بنت جماور زي الاخوان الاماراتين يقول يحليل لجينا ولد ولا بنت والاخوان المصريين يقول يا حلاو لجينا ولد ده ما لجناش ولد ده هو حملته كرها ما وضعت كرها واهنا على ضعف وتعب وحمل وحب سبحان الله اما للبر يجيزاي مليق الجنة تحت اقدام الامهات لاجي انت انا حملتك تسعة اشهر وارضعتك سنتين وربتهم خير وبرك ان احسنت تربيته كان حرز لك من النار ان شاء الله والذين امنوا اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لا داعي للمن لا الكبير يامن على الصغير ولا الصغير يامن على الكبير كل واحد يامن على انا اعمل انا اسوي موظف يقول لك عارف المؤسسة يقول لها يقايم على المغي انا انا على رأسي انا تفكيري عقلي تخطيطي يا عم ما يرضى عليك المرء كثير باخوانه يقول الله احنا ايه جزء من هذه المؤسسة احنا بنعمل بما يرضى الله احنا نعمل عشان نأكل حلال احنا نعمل عشان نأخذ الأجر من الله عز وجل وذلك الله يقول لحبيبي صلى الله عليه وسلم وان لك لأجرا غير ممنون يعني غير محسوب عمز الصابرين الصابرون ما لهم الصابرين ان يؤفوا الصابرون اجرهم بغير حساب الله يمن علي وعطيهم بغير حساب يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا اوعى تحسبوا ان ايه ان تتحدثوا بما اعطيتم تقول يا فلان اخرجت زكاة الماد تقول زكاة ايه ده انا اخرجت الزكاة وبنيت خمسة مساجد وعملت لله التحدد نعمة الله لا يقوم من باب المن حاسب لانه فين الذين اذا انفقوا حتى لا تعلم شماله ما انفقت يا مين حتى الشمال لا تعلم ما الذي اقناه عن ايه عن شدة اخفاء الصدقة كان سيدنا علي يجعل الفقير يكتب له على الرمال ما يريد وبعدين سيدنا علي يكتب له يعني ان خلاص يعني نفذ طالبك بدون ان احد يراعي ثم يطمس ما كتب كي يواري الصدقة لانه لا يريد ان يتحدث بما صنع لانه ايه من فضل الله سبحانه وتعالى عليه فاذا صار الانسان منانا يدخل في قضية ايه مصيبة اخرى من مصائب النفس الانسانية ووضح قضية فخر والخيلاء الله اكبر تيدي ايه يا ارض انهدي ما عليك يدي والعيادة بالله ده انسان ايه ولا تمشي في الارض مرحم انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولة ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا مختال بماذا الله اكبر يختال باي شيء يختال سبحان الله باي وانه ايه فيروس انفروانسا بس يرفع درجة حرارته الى اربعين درجة طريح الفراش واحيانا يجيله فيروس ما يعرف سببه بقى اطباء يحار يقولك والله معنى الراجل لا تحرك او الحرم لا تتحرك ولكن احبال الله هو في ايه الله احنا فيروس بسيط لا يرى لا يرى وهو عامل انه ايه يقولك احيانا بعض الناس في مناصر المعين بلاذا انا اسحقه ده انا ادمره ده انا امسحه من الكون يا عم لا تمسحه ولا غير الله يرضى عليك ولا تدمر انت لا تستطيع ان تدمر نملة والله لو برغوث في فراشك يخليك ما تنام الليل برغوث صغير بقى والعياذ بالله حشرة من كده ما تعرفها فين جسمك يهرش من غير شيء حساسية وارتكارية وحكة مراهم العالم كلها وكريمات الصيادة وعلماء الفرماكولوجي ولا يعمل لك شيء بس انت احيانا تبقى مغرور وتغر هكذا الشيطان سمي غرور قالوا لا يغررنكم بالله ايه ولا يغررنكم بالله الغرور يغررك يغررك ثم يضرك يشحنك قالوا ولا تصعر خدك للناس يعني سيدنا اللقمان لما اوصى ابن ولا تصعر خدك عن ايه ينظر للناس كده من علي من كبر يقول لك لا 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 انا من علية القوم انا من طائب من طينة هو من طينة انا من يا اخي سبحان الله الناس كلهم سواسية كلكم لادم وادم من تراب لا فضل لعربين على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح اما رأينا تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل مرتعدا وخائف من قال هون عليك ما انا الابن مرأة اذا في مكة اذا القضية قضية لماذا الفخر يا اخي يا اخو الله احنا نفخر ان احنا مسلمين نفخر ان احنا مؤمنين نفخر ان احنا خير ام اخرية الناس نفخر ان احنا على ايدينا ان شاء الله يعني من الواجب يهتد العالم الى الى في الضياع اللي العالم عاش فيه ده سبحان الله العالم عاش في ضياع عاش في فوضى سبحان الله وينتظر اي انسان بس ايه يعني يأخذ بايديهم الى ايه الى الخير فإذا أصيب الإنسان بالفخر والخيالاء يثمر هذا إيه بطرا البطر والعاذ بالله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس سبحان الله منظرة البطر الإنساني سبحان الله العظيم يعني الفرح المفرط والفرح يجعل الإنسان فرح مفرط مذموم يعني فرح لا يجب أن يكون بطر الإنسان عنده إيه بطر العاذ بالله عنده خيالاء عنده هكذا الصفات السيئة لما تدخل على النفس تصيبها بأن تطمس هذه النفس تطمس البصيرة تطمس سبحان الله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بطرت معيشتها إيه غراتها الدنيا قالت إحنا عندنا كل شيء حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتهى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تانا بالأمس لكن هذا الإنسان القرية التي بطلت معيشتها هو عبارة عن إيه عبارة عن فرح مذموم جاوز الحد جاوز حد الشكر بل بعكس قد نسي الشكر أساسا هو إنسان قد نسي شكر الله سبحانه وتعالى فإذا دخل في مرحلة البطر والعياذ بالله يدخل يثمر البطر إيه أشرا اللي هو المرح المتكبر واحد عنده كده حالة من الأشر سبحان الله العظيم أو إيه يألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر شوف شوف الإجرام بتاع الكفار لما يصفوا أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام ماذا بما يصفون بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر اللي هو إيه اللي هو إنسان كفر النعمة الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة سوف يعلمون حقيقة الأمر ماذا الذي كفر نعمة وجود رسل نعمة وجود علماء احنا أول ناس نشتم فيهم ونتكلم عليهم ونشوي صورتهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أولا يا عم ربا يا سيدي الحلال ما بين والحرام بين يا عم يعني هل فهمين كل شيء يعني خلاص هل هم اللي يوجهون هم اللي يا سبحان الله يقول الله الأنبياء ما تركوا درهما ولا دينارا ولكن تركوا علما يوره سبحان الله فالإنسان لما 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 يصل إلى هذه الحالة تثمر مصيبة كبيرة تسمى القرآن الاستنكاف واحد يستنكف عنه وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما والعياذ بلله يستنكف إيه لعنده كبر يا فلان ليما تحجبتي لما أقتنع هذا كبر تخيل امرأة تتكبر على الله تتكبر على زوجك على يدك تتكبر على أخوك على مديرك في العمل على جارتك تتكبر على الله من أبت الحجاب فقد تكبرت على رب الأرباب تتكبرت على رب الأرباب ليه تأبى الحجاب لماذا؟ الله سبحانه ربك تتحجي هو فيه إيه؟ لكن المسلم تقي نقي يأخذ أوامر الله وينفذها لا داعي لأن يدخل نفسه في إيه؟ في لف ودوران وإذا طبق كلام الله يجب أن يطبقه كما يريد الله مش يألف من عنده واحدة تحطي سبع سنطة على دماغها من قماش ولولا أنت حجبت الله أعلم ببقيت زيها الحجاب ده شروطه عام معروفة أن يكون فطفاضا واسعا لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة ولا يجبه زي الرجل ولا يكون معصفرا ولا هذه الصفات عامة يقول لك يا أخي جبت من إيه الكلام ده هو لماذا لا تسأل أنت الطبيب لما يكتب لك العلاج أنا عايز أعرف بالضبط كمية الكالسيوم اللي في العلاج ده وكمية المغنيسيوم وكمية مش عارف الحديد وكمية الفيتامين به واحد وبه ثلاثة طب والله لو سألت الطبيب مرة يخلي المساعد بتاعه ياخدك كده من نفسك بورقة يمكن ويرميك خارج المستشفى قلت احنا نفضيين الكلام هنزل السطب أنا طبيب معروف وانت تاخد الدواء لا تتكلم مالعقة في الصباح ومالعقة في المساء قرص صباحا وقرص انتهت ولكن عند الدين الله أكبر نجادل وندخل سبحان الله لا إله إلا الله لكن هناك مشاعر طيبة تكون في النفس المؤمنة أمام هذا البطل والأشر والاستنكاف والخيالاء والكبر والفخر والمن هناك أيضا مشاعر جميلة لنتعايش معها من كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن دعوني لنتعايش معها سويا بعد هذا الفاصل كونوا معي نبدو حديثنا إن شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذه الفرحة التي يجب أن تدخل قلب العبد المسلم فرحا بإيمانه وبنعمة الإسلام عليه ويجب أن يظهر هذه النعمة ليهدي بها نفسه أولا ثم يشكر الله عليها ثانيا ثم بعد ذلك يهدي بها الآخرين فيكون إنسان معطاء لنفسه ثم لغيره هناك شعور في مشاعر جميلة في القرآن قضيته الحبور الحبور نوعا من أنواع الفرح الحبور أو الحبرة اللي هو ظهور النعمة على الإنسان يعني اللي هو إنسان يستبشر بالخير ولذلك يسمى العالم حبر حبر يعني إيه؟ يعني هو من الواجب يترك في قلوب الناس فرحة بهدايتهم وبإضاءة طريقهم يعني أتمنى من الله أن أكون قد أدخذ أحيانا في قلوبكم بعضا من الفرح والسرور إن شاء الله لكن يعني سبحانه وأنا لا أدعي أن أكون عالم وإنما أنا تنميذ العلماء الحبور الله سبحانه وتعالى أما الذين أمنوا وعملوا الصارحات فهم في روضة يحبرون يعني يحبرون يعني يظهر عليهم حبار النعمة آثر النعمة جمال النعمة صورة النعمة شكل النعمة فكل هذا كلمة إيه؟ الحبور ولذلك ولما يقول إيه؟ حبرته تحبيرا سبحان الله يعني أظهرته في إيه؟ في حسن وبهاء يعني الشيء المحبر اللي هو الشيء المزين الشيء إيه؟ المزين ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار أبي موسى الأشعر وهو يصلي وبعد أن انتهت الصلاة اكتشف أبو موسى أن الرسول كان بجواره قال منذ متى وأنت هنا يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأت يا أبا موسى لقد أتيت مزمارا من زمير آل داود يعني صوتك جميل في القراءة فيقول أبو موسى الأشعري للحبيب صلى الله عليه وسلم والله لو كنت أعلم أنك بالجوار يا رسول الله وتسمع لحبرته لك إيه؟ تحبير يعني إيه؟ زينته لك تزيينا فهو أثر الحبور اللي هو يظهر عليه الحسن والبهاء سبحان الله ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الحبرة لإيه؟ ظهور البهاء ظهور النعمة ظهور الخير سبحان الله كما كان ذو قلب فيه حبرة في الدنيا كان يدخل السرور على الناس لا يدخل النكب على عبد الله لا يحزن الأطراف التي لها حقوق عليه هذا إنسان في إطار هذا الحبور أيضا سبحان الله إذا الإنسان دخل عليه الحبور يظهر عليه آثار البشر يستبشر البشر الحقيقي اللوائي ظهور الشيء في حسن وجمال قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله لهم البشرى سبحان الله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في العمران يعني هنا إيه؟ استبشار استبشار دايزي منين؟ من إيه البشرى لماذا؟ لأنهم تسابقوا إلى رضوان الله في الدنيا فرب العباد سبحانه وتعالى أعطاهم هذا إيه؟ الشعور طيب إذا استبشر الإنسان يصل إلى حالة مع حالة القر إيه قر؟ مش القر يعني واحد يقر على واحد الزمف بالعامين يعني يحسود يعني أهلا القر هو القرار وهو الهدوء والسكون والطمأنينة قال ربنا فاكلي واشربي وإيه؟ وقري عينا أي اقناعي طيب نفسا يعني وقري عينا فإما ترين أحدا من البشر فاقولي الآية عن مريم أم سيدنا عيسى عليه وعن ربينا السلام والسلام والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيه؟ قرة أعين قرة أعين يعني ايه؟ يعني تقر عين الإنسان بهم تقر عين الإنسان بزوجته عفة وطهارة وجمالا وأدبا سبحان الله بالشرط أن تكون على مقيس الجمال العالمية الخيبة اللي حطينها مش عارف الأنف الروماني والعين الياباني والشعر الكستناء لا الجمال جمال الخلق العام الجمال الخلق جمال التصرف جمال التصرف بهذا المنطق ما شاء الله الاتصالات بدأت باكرة طيب نقف عند حالة وقر عين اللي نتصل لهذا اتصال من مصر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا شوف أمار الله يخليك أنا بس كنت عايز أسأل على يعني الواحد لما يسرف على نفسه ويعني بيقاوم على اساس النواية ربنا يثبت أقدامه بس ليه الواحد دايما بيحس نوا فيه قرب يعني مش حاسس بالفرحة أو يعني كل ما يتذكر زنوبه يتذكر مع صييفه بيحس دايما بالقرب ومش حاسس ان أنا مفسود يعني مش عارف لا مؤشر ان الواحد مثلا توقفه لا وصل السؤال يا خيري خدا وصل السبارة خدا احا جاوبك إن شاء الله لاتصال من أم نائب من أمريكا السلام عليكم السلام عليكم السلام شيخ بس عندي بسورة يونس في وإذا مست الإنسان الضرة دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسته نعم كذلك زين المصرحين ما كان يعملوا نعم مثلا هاي الآية تنطبق على إنسان إذا بسور إنسان جميل وبعد فترة سنة سنتين بنسى يعني مثلا ما صنعوا هذا الإنسان فيه فهو بحث في يعني في حسرة إنه مثلا ما ما يعني ما قدروا إذا عنده صار مشكلة تانية في المرات الجاية يعني نعم نعم فهل هذا مثلا ينطبق على زين كران الجميل يعني طيب طيب برقة الله فيكم من أكشاء طيب حا إن شاء الله السؤال الأول الخير من مصر يسأل عنه أنه يعني يحاول أن يعني يقيم نفسه على طاعة الله ويقوم بما أمر الله سبحانه تعالى به ولكن الكرب ما زال موجودا ليس عنده فرح في داخله الفرحة مش يعني مش مفعن بالفرحة مش بليء بالفرحة فهل يترى هذا من يعني ده ضد ما نقوله أبدا بالعكس هو الإنسان سبحان الله العظيم يعني الله عز وجل يريد يريد أن يرفع درجاته فيجيب له الابتلاءات كما قلنا في الحلقة السابقة لكن طالما هو قائم على أمر الله هو قد لا يشعر أنه هناك فرح بالعكس أنت لما تستشعر نعمة الله عليه الإسلام الذي جاءك دون أن تسأل رب العبادة عز وجل ودون أن تدعو ووجدت في بلد مسلم في بيئة مسلمة بين أب وأم مسلمين أليست هذه نعمة نعمة كبيرة يفرح الإنسان بها فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون وذلك احنا عملنا عنوان الحلقة فبذلك فليفرحه هذا هو الفرح الحقيقي الفرح أن تكون مسلم وأن تكون متمثل بإسلامك وأن تسأل الله أن يسترك دنيا وأخرى وأن يوفقك للخير ولكن انتظر فرج الله فإن فرج الله آت وكما قلنا من قبل إن الأيام يوما يوم لك ويوم عليك ليس هناك يومين لك ويومين عليك هو يوم لك ويوم عليك أما الأخت الفائدة لما تسأل من الأمريكا عن وإذا أنعمنا على الإنسان لما ربنا سعده عليه ينعم على الإنسان الله عز وجل فأعرض ونأى بالجانبه ويدعونا قائدا أو قائما فلما كشفنا ما به من ضر مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المسة هل هل هذا الإنسان سبحان الله العظيم يعني هل هذا من باب نقران الجميل لا هو إنسان يعني يعني كأنه نسي نعم الله عليه نسي فضل الله عليه أو تناسى هو مجرم في حق نفسه وفي حقه وفي جنب الله لأنه من الواجب من الواجب أن لا ينسى نعمة الله عليه لأن الأيام لا تنوم من عجمان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك السلام الله يرضى عنكم وبرك فيكم لو سمحكي عندي سؤال نعم بالنسبة للتقر لبد الله سبحانه وتعالى يعني كيف يكون يعني إذا كان إنسان في باله نسأله معينه يعني يكون دائماً نحس بخشوع وتبرع مرات لله سبحانه وتعالى بس بعدين يراجع نفسه بس أنا ما أصار له الحالة إلا علشان أني أسأله اللهم أسأله معينه هل هذا يعتبرنا من النفاق؟ لا برك الله فيه أولاً الله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبده وتدلله عليه الله يحب تملق العبد منه يتملقه ويتقرب منه ويدعوه للنهار بالعكس نفاق ليه؟ بالعكس لأنا حتى لو كنت مذنباً فيجب أن أطرق باب الله ليس له باب وليس عليه بواب بالعكس لأنا أنتظر فرج الله أو إن فرج الله لآب كرم ربنا جاي الساعة جاية الشفاء جاي سداد الدين قادم إن شاء الله إزالة الغم لأن الذي يصرف الأمور كلها هو أخالقنا سبحانه وتعالى فليس في هذا نوع من النفاق أبداً بالعكس أنا أتذلل على الله وأتذلل إلى رب العباد يا ربي أنا وأنت أنت أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد المغفرة إذا كنت أنا فقيراً أقول يا غني أغنيني إذا كنت مريضاً يا شافي إيش فيني إذا كنت سبحان الله مظلوم يا ناصر انصرني إذا كنت في حالة من الذلة والهواء النتيجة ضغط معين أو غيره يا عزيز أعزني بعزتك للله العزة وللرسوله وللمؤمنين إذن الإنسان يتواصل دائماً ليلة نهار مع رب العباد بس في نقطة خطيرة كثير مننا لا يدعو الله بإلحاح إلا عند الشدة أما في مسألة الرخاء والأمن والطمأنينة والراحة يعني الدعوات فاترة الدعوات لا تكون ساخنة إلا أمام غرفة العمليات لما يكون فيها ابننا فيها زوجة فيها زوج فيها أب فيها عزيز علينا سبحان الله الدعوات ساخنة أي من امتحانات الأولاد لا قوة اللهم في الدعاء الدعاء ساخن ساعة الورطة اللي ما يكون أزمة كبيرة بين الزوجة وزوجها تقوم تقوم الليل وتصوم النهار لعل الله أن يهديها لها زوجها أو العكس لكن لو الأمن مستتد والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة كما يقول العلماء الأبصاد والله الدعوات كده طلع كده فاترة في فتور الحالة لكن لا نحن يجب أن نذكر الله في الرخاء فلا ينسانا رب العباد في الست وما كان ربك ناسية أبدا نحن الذين ننسى طبيعة الإنسان كده طبيعة أنه إيه؟ أنه ينسى سبحان الله فأنا أعود إلى القضية وأقول يعني الهم أو الغم الذي عندنا نحن أنا الآن كدما نظرت في وجه العرب المسلم لا أرى فيه ابتسامة يبدو العرب المسلم نسي ابتسامته يعني إنما الغبطة فكرة يعني آخر ابتسامة دي فكرة التبسم ده نعمة من النعم تبسم ربما يعني ربما إذا رآك إذا رآك غيرك مبتسم ربما تبتسم ما الابتسامة تعدي والكآبة تعدي الكآبة فيها عدوى والله إذا فيه شعوب كانت مبتسمة وصارت شعوبا مكتئبة وفيه أفراد سبحان الله فيه شعوب بطبيعتها عندها اكتئاب طبيعة الشعوب كده تقول له حتى العلماء التشريح يقول إن فيه جزء في الفصل أيمن من المخ في عقل الإنسان يخص تذوق النكتة تذوق وابتسامة ففيه الناس يقولك إذا لم يتذوق الإنسان العاقل النكتة ويضحك يعطل جزء كبير في المخ فيشتغل عنده هرمون الاكتئاب لا إله إلا الله يصاب بهذا المنطق لا إله إلا الله فنسأل الله أن يردخنا الابتسامة من القلب وعلى الشفاه بإذن الله المنتصال من أبو الظبي السلام عليكم عليكم السلام كيف تترامل مرحبا أهلا وسهلا أحبك في الله والله يترامل لا أبدا عليك أن تتفضل أهلا وسهلا بسأل عن الحسد يعني أنا خايفة إني يعني مرات بجيني والسوقات إني أكون خايفة إني حازة أحسد حد من غير أقصد يعني يعني شكرا الله لك أولا قلنا إن الحسد نوعان إن الحسد نوعان نوع يحسد وهو يعرف أنه يحسد ونوع يحسد وهو لا يعرف قد يكون الفيروس الحسد وميكروب الحسد إذا جدت تسميه يعني أبو صيب الحسد مستكنة داخله بس هو لا يعرف لكن في نقطة أنا كايدا أحسد أول ما أشوف شيء أقول ما شاء الله لا أخوة إلا بالله أبرك وأقول ما شاء الله يعني ما شاء الله أشوف ولا الجميل ما شاء الله لا أخوة إلا بالله فإذا قلت هذا إن شاء الله لا يقع الحسد بحول الله وقواته ونحن نجب أن نعوذ أنفسنا يعني كمسلمين أن نعوذ أنفسنا من الحسد نعوذنا دايما بنقى المعوذتين وننفق في أيدينا ثلاثا ونمسح وجوهنا ومستقبلنا وحتى هذا نعلم لأبنائنا حتى عند النوم وأيضا نحن إذا نظرنا إلى أي نعمة من النعم عند أي إنسان أول شيء يخطر ببارنا ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله هذا إن شاء الله يعني والمؤمن لا يحسد إن شاء الله إنما المؤمن يغبط يغبط يعني يتمنى أن يكون له من العطاء مثل فلان يعني أشوف عالم جليل أولي الله يريد والله ابني إن شاء الله في المستقبل يكون زي هذا أشوف رجل مستقيم شاب صالح فتاة سبحان الله مستقيمة محجبة تقية تحفظ في القرآن الله أكبر يريد ابنتي يكون زي كده يريد ولدي يكون وهكذا هذه غبطة فالمؤمن يغبط يغبط يعني يتمنى أن يكون عنده من النعمة ما عند الآخر أما أن المسلم يحسد المسلم لا يعرف حسداً لفضل الله ما يعرف الحسد بكرم الله عز وجل أن المسلم غير حسود بكرم الله سبحانه وتعالى فإذا وصل الإنسان إلى إن شاء الله دي هتكون يعني إذا كنا منها دون سلسلة حلقات في هذه المشاعر الإنسانية من كتاب الله عز وجل إذا وصل الإنسان لمرحلة الحضور يصل إلى مرحلة البشر كما قلنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يستبشرون يستبشر بين الإنسان يستبشر بأي خير سبحان الله يعني يكون في له سواء من مال أمن منصب من أي شيء سبحانه فإذا وصل إلى حالة كما قلنا فقلي واشربي وقري عينه واجعل ما حوله قرة عين يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة الفكاهة الفكاهة عندنا يعني واحد عنده فكاهة فكه يعني مبسوط المزاح بالكلام المسر بس فكاهة في حلال لكن الفكاهة بالفتح غير الفكاهة الفكاهة نمزح بالخير يعني بشيء يصبح الفكاهة يعني قال إذا كان إنسان طيب النفس مزاحا ده عنده إيه فكاهة أما الإنسان الفكه ده هو الأشرش البطر اللي هو عنده خيالاء وعنده والعاذ بلله ولذلك أهل الجنة فاكهين وأهل النار فكهين خذ بالك أهل الجنة فاكهين وأهل النار فكهين سبحان الله قال إيه فاكهين بما آتاهم من ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فأصحاب الجنة يعني متلذذون بالنعيم وتلذذون بالنعيم وعند هذا النعيم تكون يعني نهاية الحلقة في فضل الله سبحانه وتعالى ارجو ان اكون قد رسمت شيء من الابتسامة على شفاهكم وفي قلوبكم ونختم ان شاء الله بالعالمين بدعاء عسى ان تكون ساعة الاجابة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله اللهم اجعل جمعنا جمعنا نرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة فك اللهم الكرب عن المكروبين سددين عن المدينين اخضح حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين توفنا على الاسلام يا رب العالمين ارزخنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيمة ارزخ بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات هيئ الصالحين للصالحات بعضهم البعض اللهم امن بيوتنا ومجتمعاتنا اجعل هذا البلد امنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين فرح بنا قلب نبينا اسكنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثل لا نضمأ بعدها ابدا اظلنا بظل عرسك يوم لا ظل الا ظل والله ما لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا ارزخنا ايمانا صادقا ويقين ليس بعده كفر يا رب العالمين ارحمنا فانك من راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر ارطب بنا يا مولانا فيما جرت له المقادر اختم لنا منك بخاتمة السعادة الاجمعين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم افقنا لما تحب وترضى اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا واعفو عنا يا ارحم الراحمين ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا متعنا بالنظر الى وشك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا سعدت بكم في هذه الحلقة ارجو ان تكونوا قد سعدتم بي ايضا والقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله كنا من اهل الدنيا لا تنسون من صالح دعائكم ونسترلكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته